في الشق الأول من هذا الجزء أعتقد أنه من الطبيعي أن تقوم السلطة الفلسطينية بكل الإجراءات اللازمة من أجل الحد من انتفاع الأطفال والقاصرين الفلسطينيين باتجاه الوحدات الخاصة الإسرائيلية وهم يحملون سكاكين أو أدوات مطبخ ولكن في الجزء الثاني من هذا الحديث نرى أن الرئيس يبدو وكأنه يحاول أن يثبت جدارة السلطة الفلسطينية أمام رأي عام إسرائيلي متطرف بحفظ الأمن للإسرائيليين بشكل خاص وفي ذلك أيضا يبدو كأنها إدانة للأطفال الفلسطينيين وكأنه أيضا يعطي مبررا لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكي تقوم بمداهمة المدارس وأن تفعل الأمر نفسه طالما أن الرئيس الفلسطيني بنفسه يعترف بأن أطفال فلسطين في المدارس يحملون سكاكين في حقائبهم المدرسية أعتقد أن الرئيس لم يكن موفقا في هذا الإقرار بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وهو يفتح المجال أمام توسيع شهية الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم أمام الأطفال ويجري ذلك في وقت نشهد فيه موقفا إسرائيليا عاما يطالب بعدم التحقيق لكن قبل ذلك سنعود إلى سنعود سنعود